السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهاردة يا حبيبي فراخ بالكريمة والمشروم هعملها بصدور الفراخ ممكن عادي تتعمل بالوراك أو بالصدور بس أهم حاجة تبقى مخلية والجلد متشال منها عشان تستطعموها يعني وتبقى أحلى في الأكل بقى واللي مش حابب المشروم اللي عاوز يستغنى عن المشروم يستغنى عنه هي على العموم دي أكلة من أكلات المطاعم خلاص يا حبيبي يقول لها يستعمل المشروم ياريت يكون المشروم فرش هنعملها بمنتهى السهولة وهي تعتبر من الحاجات من أكلات المطاعم عملت معها شوية مكارونا وممكن رز بسمتي كله شغال يعني بس حقيقي يا جماعة اللي ما بيحبش الفراخ البيضة بقى يشوف الفيديو ده حاجة رائعة جدا يا جماعة بسم الله هنشوف كده الخطوات بمنتهى السهولة وهنشوف المكونات بتاعتنا أهم حاجة يا حبيبي نضافة الفراخ يعني أهم حاجة قلتلكم بنغسل الفراخ بالملح واللمون وندعك بالملح واللمون وننقعها لمدة ساعة في مية شايفين الطاجن ده حقيقي يا جماعة حاجة تانية خالص يعني الفراخ بالكريمة طعمها تحفة وأنا قلتلكم اللي حابب يضيف مشرم يضيف واللي مش حابب عادي يعملها كده بالكريمة وخلاص أنا معايا كيلو من صدور الفراخ طبعا أنا قلتلكم أنا دعكتهم بالملح واللمون وشلت الجلدة من عليهم والموزة اللي بتبقى ورا أهو والفراخ دي حبيبي لا تتعدى الكيلو بس تخدمش في الأكلة دي فراخ تقيلة علشان هي أصلا دي بتاخد ربع ساعة على عين البتوجاز وخمسة واربعين دقيقة في فرن البتوجاز على نار متوسطة فهي يعني المفروض تتعمل بفراخ حجمها صغير أنا شلت الموزة اللي ورا هي وشايفين السدر كله قد إيه حاجة يعني سمكه رفيع جدا مش كبير لأن الفراخ الكبيرة اللي وزنها تقيل بتاخد نار كتير وبتبقى متفلة ويعني وما بتبقاش طعمة في الأكلة دي فأنا هتبلها كده بشوية فلفل أصمر على ملح بس أنا شمكترة توابل يعني هو الفلفل الأصمر والملح بس من النحيتين وبعد كده هعفرها بالدقيق هديها كده تعفيرة بسيطة بكبات دقيق هنشوف دلوقتي مع بعض بالمنظر الجميل ده معايا كباة من الدقيق يدوب كده من عفرها بس بالدقيق كده تعفيرة بسيطة بالمنظر ده كده أنا خلصت الكيلو ده كيلو من صدور الدجاج وانا قلتلكوا الفراغ خفيفة لا تتعدى الكيلو في طاصة سخنة وفيها ثلاث معالق زيت كبار أول ما زيت يسخن والطاصة لازم تكون سخنة يا حبيبي علشان الفراغ ما تنزلش أي سوائل نزلت بالفراغ هحمرها شايفين حضراتكم الفراغ ما نزلتش أي سوائل عشان الطاصة والزيت سخنة حمرها تحميرة زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقة دي وفي نفس الطاصة هعمل فيها كل حاجة وانا قلتلكوا لو عايزين تسويوا الأكلة في الطاصة طلعتها على مناديل مطبخ أهو واخر قطع أهو شايفين الطاصة ما شاء الله نضيفة يضبها مسحها بس بمنديل مطبخ وهكمل فيها قادي المشروم هحط برضو ثلاث معالق زيت كبار بسم الله وهنزل بالمشروم وانا قلتلكوا يا ريت يكون مشروم فرش دول خمسمائة جرام خمسمائة جرام من المشروم طيب أنا شوحتهم كده بعد الكده هنزل عليهم بالبصل وانا قلتلك يا حبابي لو عايزين تسويوا في نفس الطاصة الأكلة دي كلها في طاصة واحدة أقلب البصل مع المشروم بطريقة دي كده لمدة دقيقتين أو ثلاثة بعد كده هنزل بخمس فصوص التوم بسم الله هي يا جماعة الفرق بالكريمة والمشروم حاجة واو جودت باب معلقة سمنة بلدي للي حابب يجود في الأكل ويطاعم الأكل حطت معلقة سمنة بلدي وقلبت المكونات دي كلها في بعض وفضتها في طبق زي ما حضراتكم شايفين كده وفي نفس الطاصة نزلت بتلات معالق سمنة ممسوحين أول ما يسيحوا معايا كده ويسخنوا هنزل بتلات معالق من الدقيق عشان نعمل الكريمة هفضل لليبها كده برضو لمدة دقيقتين وبعد كده هنزل بكوبايتين من الشربة وبديل الشربة يا حبيبي كل كباية كباية مية عليها وحدة مرق الدجاج ماجي ونزلت بكباية الكريمة كريمة الطهي يعني حطيت كبايتين شربة وكباية كريمة الطهي بص يا جماعة الكريمة مع الشربة بصوا كان طعمها خطير يعني صراحة أكلة فعلا أكلة مطاعم ولذيذة وكانت أحلى كمان من أكلة المطاعم بسم الله ما شاء الله يا جماعة يعني بصوا جربوها هتعجبكم قوي حطيت برضو معلقة فلفل أصمر بملح أنا مش مكترة توابل علشان مش هصعب عليكم الموضوع نزلت بقا بالمشروم والبصل وهقلبهم لو عايزين تنزلوا بصدور الفراخ وتسووها في نفس الطاصة ربع ساعة على نار متوسطة عادي شغال كله لو حابين تحطوها في طاصة زي دي كده ترسوا الصدور وعليها الكريمة بالمشروم تنزلوا بيها على الفراخ وتدخلوها الفرن لمدة خمسة واربعين دقيقة هتكون خلصت معايا بالمنظر ده عادي أنا يعني حبيتها دخلها الفرن علشان يبقى الطعم أحلى وأحلى زي ما حضراتكم شايفينها هي خلصت معايا بسم الله ما شاء الله حبيبي لازم تجربوه كان طعمها تحفة ولو عجبكم الفيديو حبيبي يدعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته